وكان صاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في مقدمة مودعي مع للجنرال برايت شان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلند الصديقة لدى مغادرته مملكة البحرين اليوم في ختام زيارة رسمية إلى المملكة أجرى خلالها مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وقد أعرب سمو رئيس الوزراء عن اعتزازه بزيارة معالي رئيس وزراء مملكة تايلند الصديقة ومشاهدته من مباحثات مثمرة لتطوير ودفع علاقات البلدين الصديقين إلى مستويات متقدمة في مختلف المجالات وأكد سموه أن هذه الزيارة شكلت منطلقا جديدا للارتقاء بآفاق التعاون بين البلدين بما يحقق طموحات وتطلعات شعبيهما الصديقين ويترجم مساعيهما المشتركة لترسيخ أسس علاقات الصداقة الوطيدة بين البلدين من جهاته عبر معالي رئيس وزراء مملكة تايلند الصديقة عن تقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الحفاوة الكبيرة التي قُبلت بها زيارته إلى مملكة البحرين مشيدا بما يوليه سموه من اهتمام بدعم أواصر الصداقة بين البلدين والتي أسهمت في بناء نموذج متميز للشراكة والتعاون المثمر في كافة المجالات كما كان في الوداع نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بالمملكة وسفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين هذا وقد صدر في ختام الزيارة بيان مشترك جاء فيه أن الجانبين يوليان أهمية كبيرة لهذه الزيارة الرسمية لمملكة البحرين التي تمثل أيضا أول زيارة إلى شرق الأوسط لمعالي رئيس وزراء مملكة تايلند وتعكس الأهمية التي توليها مملكة تايلند لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين كما توفر فرصة طيبة لمواصلة توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وشدد الجانبين على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون الثنائي الممتاز مؤكدين على الطموح المشترك في مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بينهما كما تبادل الجانبين وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما ناقش الطرفان التطورات السياسية الراهنة في كل بلد وأحيطا علما بما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد وعرب قادة البلدين عن ثقتهم الكبيرة في نجاح مسيرة تايلاند الديمقراطية والتطور الديمقراطي المستمر في البحرين وأكد الجانبان على إمكانيات اقتصادتهم الواعدة واتفقا على تشجيع المستثمرين في كل البلدين على توثيق روابط الاقتصادية والتجارية هذا وأشاد الجانب التايلاندي بسياسة النمو الاقتصادي البحريني كما وردت في خطة عمل الحكومة ورؤية مملكة البحرين 20-30 هذا بجانب إشادة تايلاند بمجلس البحرين للتنمية الاقتصادية الذي يعمل على تعزيز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية في البحرين وعبر قادة البلدين عن ارتياحهما لزيادة تدفق السياح وتشجيع السياحة العلاجية في الاتجاهين بين البلدين وأكدت تايلاند عزمها على الإبقاء على استثناء مواطني دول الخليج القادمين بغرض العلاج من تأشيرة الدخول والبقاء فيها لمدة 90 يوما كما اتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وسائل شاملة لمعالجة الجريم عابرة الحدود الوطنية هذا وأحاطت البحرين الجانب التايلاندي علما برغبتها في تعزيز التعاون في مجال صحة العامة كبرنامج الأطباء الزائرين والبحوث الطبية المشتركة وندد الجانبان بالإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ودع الجانبان إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة خطر الإرهاب وشدد الجانبان على أهمية المضي قدما في تعزيز العلاقات بين رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي وأعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة الدعم المتبادل بشأن تراشحاتهما وللعب أدوار على الساحة الدولية وأعرب الجانب التايلندي عن تأييده لترشيح مملكة البحرين لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2027 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر